هل ستموت لو سقطت عملة معدنية على رأسك من برج خليفة؟ هذا ما سنعرفه اليوم من حلقة برنامج لم أكن أعلم حسناً يبلغ ارتفاع برج خليفة 830 متر وتبلغ قوة أجاذبية 9.81 فلو قمنا ببعض الحسابات البسيطة باستخدام معادلات نيوتن للتسارع الثابت سنجد أن العملة المعدنية ستصل إلى سرعة تساوي 127.6 متر في الثانية أي 459.4 كم في الساعة وهي سرعة هائلة فهل ستموت لو استضمت العملة برأسك؟ الإجابة هي لا هل فكرت يوماً لماذا قفز فليكس مما يزيد عن 39 ألف متر حتى يتمكن من كسر جدار الصوت؟ فلو قمنا بنفس الحسابات سنجد أن فليكس يحتاج فقط حتى يصل إلى هذه السرعة 5902 متر السبب أنه لا يوجد كم كبير من الهواء على ذلك الارتفاع بالتالي لا توجد مقاومة هواء فحسب قانون نيوتن الثاني للحركة إن التسارع يساوي مجموع القوى التي تؤثر على الجسم تقسيم كتلة الجسم القوى التي تؤثر على أي جسم أثناء سقوطه هي وزن الجسم بالإضافة إلى مقاومة الهواء مقاومة الهواء تلعب دوراً كبيراً في حركة الأجسام ووفقاً للباحثين فإن يوجين بولت أسرع رجل في العالم صرف 8% فقط من طاقته حتى يصل إلى سرعته فيما صرف بقية الطاقة ليقاوم الهواء كلما زادت سرعة الجسم زادت مقاومة الهواء عليه حتى يصل إلى مرحلة ينعدم فيها التسارع أي تصبح سرعته ثابتة هذه السرعة تسمى السرعة الحدية فلو قمنا ببعض الحسابات البسيطة للعملة المعدنية باستخدام برنامج إكسيل سنجد أن العملة تتسارع حتى تصل العملة إلى سرعتها الحدية عند تلك المرحلة يصبح وزن العملة يساوي مقاومة الهواء وبالتالي ينعدم التسارع سرعة العملة الحدية تسوي 11 متر في الثانية أي 39.6 كم في الساعة ولو قمنا بحساب الطاقة الحركية للعملة سنجد أنها تسوي 0.15 جول للمقارنة الرصاصة حسب نوع السلاح تملك طاقة حركية ما يزيد عن 4 جول إذن هل ستموت لو سقطت العملة على رأسك؟ الإجابة هي لا وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لما كن أعلم كان معكم بشار الإبراهيم وكما هو الأمر دائما شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة